طالب جهازه حرس المنشآت النفطية الليبية المجتمع الدولي توفير حماية للمدنيين في منطقة الهلال النفطي وفي شرقي البلاد وجنوبها بشكل عام من انتهاكات قوات موالية لخليفة حفتر في هذه الأثناء أعلنت هذه القوات عن إطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق حيوية نفطية شمال شرقي البلاد فيما أفادت مصادر أعلامية محلية أن المجموعات المسلحة هاجمت راسلانوف والسدرة في قلب الهلال النفطي الليبي على بعد حوالي 650 كم شرقي العاصمة ترابلوس منطقة الهلال النفطي تعود مجددا إلى صدارة المشهد في ليبيا قوات موالية لخليفة حفتر تطلق عملية عسكرية في تلك المنطقة وتشن غارات على حقل السدرة النفطي بعدما أعلنت قوات تابعة لابراهيم الجدران الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية سيطرتها على ميناء السدرة وراسلانوف وسط تنديد محلي ودولي ورغم أن الجدران أعلن وضع الميناءين بتصرف المؤسسة الليبية للنفط إلا أن الأخيرة طالبته بالانسحاب منهما وحذرت من كارثة بيئية بعد تضرر صهر جين للنفط الخام في راسلانوف نتيجة المعارك الجدران كان قد سيطر على موانئا في منطقة الهلال النفطي لعدة السنوات قبل أن تستحوذ عليها منذ نحو عامين قوات حفتر وها هو اليوم يعود ويفاجئ الجميع بإعلانه تشكيل تحالف لاستعادة السيطرة على المواقع النفطية وطالب بيان حمل اسم شباب حرس المشآت النفطية المجتمع الدولي بتوفير حماية للمدنيين في منطقة الهلال النفطي وفي شرقي البلاد وجنوبها بشكل عام من انتهاكات قوات حفتر الهجوم على منطقة الهلال النفطي أربك قوات حفتر فأطلقت حملة اعتقالات واسعة في جدابيا وبنغازي طالت عددا من أبناء القبائل المتحالفة مع الجدران ويخشى حفتر فقدان السيطرة العسكرية على الموانئ التي تعتبر بالنسبة له ورقة مفصلية في صراع فرض النفوذ على الأرض وخسارتها ستضعف بلا شك من حضوظه على طاولة المفاوضات حول مستقبل ليبيا ترجمة نانسي قنقر